موسيقى 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 من الغره ويأمين ياليتنا كنا ما قلنا رفوز الحوز الزهزة عوظيم قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معنوا وشداء على الكفاء والرحماء إنهم أمن أمن لك صدق الله العلي والباطين نور مقامنا وذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد رحمة الله محمد في أكثر من موطن ورد هذا المعنى هنا في هذه الآية المباركة محمد رسول الله والذين معه أي المؤمنون أشداء على الكفاة المهضة رحماء بينهم في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يقتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ماذا أشداء على الكفاة رحماء بينهم هذا في أكثر من موطن ورد هذا المعنى لا أفوا أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لاحظوا هذا المقطع أو هذا المعنى في الآية الأولى أشداء في الآية الثانية أعزة أعزة على المؤمنين مصحيح؟ النظر الأول بهذا المعنى الذي نطقت به الآيات المباركة يوحي بأن الإنسان لا بد أن يكون شديد المزاج في التعامل مع الكافرين لكن عندما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله العملية لا نرى هذا الشيء فننظر إلى السيرة العملية للنبي ما نشوف هذا الشيء ما نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع أشد الكافرين بالمزاج الخشد وبالأخلاق الصعبة هل يكون النبي صلى الله عليه وآله خالفة كتاب الله قرحة؟ معنى ذلك إذن أن الآية تغني شيئا آخر الآية لا علاقة لها بصنوف الأخلاق الحسنة في التعامل مع الآخرين الشدة هنا لا تعني أن الإنسان يتعامل بصلافة مع الكافر أقصد أموم الكافر ها؟ لا نوع معين من الكافر العزة هنا أعزة على الكافرين لا تعني أن الإنسان يتعامل بتكبر وتبختر أمام الكافر يعني يظهر الكبرياء الخيلاء أمام الكافر ما تعني العزة هنا؟ الخيلاء والتكبر ولا تعني الشدة هناك سوء الأخلاق وصعوبة الأخلاق أقول ليش؟ لاحظوا كلام الله عز وجل مو دائما يؤخذ على إطلاقه مش غير النظر إلى السيرة العملية للمعصومين عليه الصلاة والسلام لا بد أن ننظر إلى السيرة العملية عند أهل البيت يعني عند المعصومين عليه الصلاة والسلام نحن نستطيع أن نترجم المعنى هذا واحد اثنين عندما ننظر إلى أخلاقنا النبي في سيرة العملية ليست استذناءا يعني لأن يمكن أن يقول قائل النص واضح شدة يعني صلاة في الأخلاق يعني أخذ حكويا دام نعطي ظهرك كشر بواجهة مثلا الشكل ورده بصلافة مثلا ولكن في بعض الاستثناءات ومواقف النبي صلى الله عليه وآله اللي كان فيها مظاهر للليونة هذه المظاهر هي استذناءات لأغراض لأهداف خاصة يمكن أن يقول قائل هذا صعب الكلام ليش لأن ما يمكن أن تكون السيرة بأمر ما وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله شدة بمعنى الصلاة ولا عزة بمعنى التكبر مع الكافرين أبدا حتى نقول بأن هناك استثناء كل سيرة النبي استثناء ما يصير كل سيرة أهل البيت استثناء ما يصير يا لحوة المؤمنين أمير المؤمنين سلامه الله عليه قل آمارنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقابل أهل المعاصي بوجوه مكفهرة شكل أهل المعاصي بوجوه مكفهرة لكن ما شفنا الإمام عليه ده تعامل مع كل من يختلف معه حتى مع أهل العصيان حتى مع اليهود حتى مع النصارى شوف يتحامل معهم في أخلاق حسنا يعني خالف كلام النبي قطعا لا إذن بوجوه مكفهرة متى تطبق إذا يمر على اليهودي وفي المدينة المنورة ويمشوا إياه ويصاحبه ويبتسم إياه إلى أن يوصل إلى بيته شوف شي يقول لي اليهودي يقول لي يا علي هذه أخلاقك أم أخلاق نبيكم رباكم عليها قال بل أخلاق نبينا ربانا عليها هذا التعاون يعمل مع الكافر مع يهودي وكانوا اليهود في مدينة المنورة من أشد الناس قساوة ضد الإسلام والمسلمين ضد النبي صلى الله عليه وآله شدون الإمام علي تعامل إياه الإمام الرسول يقول له تعاملوا إياه قابلوا بوجوه مكفهرة بعدين بهالشكل يتعامل مع الإمام علي بالابتسامة ويشائع إلى بيته إلى بيته وصل إلى الإمام علي بيت الإمام علي من هالجهة وبيت اليهودي من ذات الجهة الإمام علي ما رح صوب بيته رح صوب بيت اليهودي إذن معنى ذلك بأجوه مكفهرة إليها خصوصية أشدى على الكافرين لها معنى ومعنى صلاقة الأخلاق أعزة على الكافرين ما تعني التكبر كل مقطع لازم الإنسان يأخذه بحدوده مثلا أعزة على الكافرين وين جاءت إلا يتقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم شوف القضية له علاقة للدين من يرتد منكم عن دينه يعني من يترك دينه وروح لدين غيره دين الكافرين يعني إذا وعدوا سوى هالشكل الله بيجيب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أذلة على الكافرين زين ما علي تعالي العزة هنا شنو معناها؟ معناها أنه أنت لا بد أن تكون على ثقة تام بدينك عندما تتعامل مع دين الكافر وتتعامل مع دينك بميوعة لما تروح أمام الكافر تستحي تصلي قدامه وتستحي مثلا تقبل الضريح قدامه وتستحي تسجد على الثرمة قدامه وتستحي تعبر عن شعاية الدينية قدامه ولكن هو كل شجاعي يعبر عن عقائده الباطلة وانت تمالئة في عقائد الباطلة لا خلك شجاع خلك عزيز في التعبير عن دينك الطرف المقامل أساسا رايح يتعامل مع دينك بثقة إذا أنت أظهرت تلك الثقة أم إذا أنت أظهرت أمامه الليونة أو الميوعة الدينية أمام دينك ولكن لما تتعامل مع دينة تظهر العزة طبعا هذا السبب الذي يخلي الإنسان يقدر من دين الذين الآخرين كأنه في داخله وما عنده قناعة بدين لا لما أنت تعامل أمام الكافر بدينك تتعامل بعزة هذا ما لا علاقة بالأخلاق بغير الأخلاق أنت تعامل مع هذا الطرف الآخر بصوء أخلاق ما لا علاقة منهم بدلا أشداء على الكافرين رحماء بينهم شنون شديد على الكافر هذا لعدة احتمالات أولا الكافر على الكفار أشداء على الكفار الكافر هنا من هو الكافر هذا أول الأحد أول احتمالاته الكافر الحربي في ساعة الحرب هذا واحد من الاحتمالات الخريبة جدا إيه في ساعة الحرب ما فيه لعب في ساعة الحرب صحيح ألا لا لأنك إذا ما تعاملت بشدة وأظهرت قوتك وشدتك أمام الكافر ها قد يجد في ذلك فرصة سالح للخضاء عليك وقد أيضا يعطيه أيضا ثقة أيضا بما هو عليه بينما تشافك أنت أيضا أوهرت الصلاة والقوة في القتال والعزة في الانتماء للدين طيب هذا خب يفت من عزمة الطرف المقابل ويخليه أيضا ينظر إلى دينك على أنه دين إله إله معنا عندما يجي ذاك الرجل عبد الله بن حذافة السلمي إلى ملك الفرس ويجيبوه مكبل بالحديد زين وكان أسير وكان بحسب ظاهر الرواية كان أقل الناس جمالا بين سائر المسلمين وجابوا يتفرجون عليه شوفوا شقد كانت عندها عزمة قال لنتوا ليش جايين لينة من ديك البلاد العربية بلاد بدائية جايين لحضارة حضارة الفارسية قال أتينا ندعوكم إلى عبادة الله وحده ثقة بثقة هذه الثقة للمنطرة الثانية يشوفها تعطيه اعتبار نظرة اعتبارية خاصة لشيء التي تنتمي إليه أما إذا أنت رايح تتعبر عن تلك أمام الآخرين وانت منت مقتنق فيه أو ما عندك ديك القوة والصلابة في الاعتقاد مدينك التعبير عنه والدفاع عنه تظهر شدة في النفاع عنه أيضا والطرف المقابل أيضا ببلده هو سأسمعه أخي نعم دينا جايب اللي قال لي أنا عندما يلا علاقة بالأخلاق أبدا ما لا علاقة بالأخلاق بالعكس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما تعامل مع الكافرين تعامل معهم الكافر الحربي أيضا ما كافر الحربي يتعامل معها النبي صلى الله عليه وآله بحسن الأخلاق العزة في الدين الشدة هذا شباح ثاني أما ما لا علاقة لمن أجي أشوف أتكبر عليه أو أغطيك ظهري أو أشتم أو أطرد أو غير ذلك أو أكون بخيل معاك مثلا ها ما العلاقة المشكلة أن بعض المسلمين قديما وحديثا وإلى الآن شوف إحنا هذا عند الخط السلفي المتطرف الآن الفهم الظاهر للآيات من دون الرجوع إلى رمقها ولا إلى السيرة العملية المعصولة عليه السلام أو يمكن بعض الأحيان روح يفهم يفهم الآية من خلال سيرة غير المحصومين يقول شو تقفنا شو نسوى إي ندري تها سيرة غير معصوم سيرة غير المحصومين مليئة بالقاثورات تروح تطبقها تطبق الآية عليها وتطبقها هي على الآية كل المجرم في التاريخ يقولوا الله برر عمله بأنه كان من الأشداء على الكفار أما في سيرة المحصومين ما وجدنا هذا أكو أكو عاصي أعظم من مروان بن الحكم ما تقتلنا يعني كان عاصي في زمن مام الحسن على أقل يقول يعني أشد من مروان بن الحكم يبدو هذا من أسوأ من أسوأ طمد الصوفي من يوميين مروان بن الحكم ومع ذلك هو يتكلم عن الإمام الحسن هو نفسه يتكلم عن الإمام الحسن يوم اللي يجو يشيع الجنازة وأختم بهذا إن شاء الله يوم اللي يجو يشيع الجنازة جنازة الإمام الحسن سلامه الله عليه بعد الفتنة اللي حصلت قام جشارة قوة طبعا تبتشيع يوم يشيع الجنازة قال أظهر شيئا من التألم التوجع عن الإمام الحسن عليه السلام فالإمام الحسن سلام الله عليه قال له أنت الذي تفعل هذا أنت التي تفعلها الفعل وطالما جرعته الغير في حياته وش قال قال كنت أفعل هذا مع من يوازي حلمه الجبال يعني كان يظهر أمام حلم الإمام الحسن ليش الإمام ما قابله بوجه مكفهر لأن المقصود بالوجه المكفهر هناك في أي حالة شتاني ما العلاقة بحسن الأخلاق فلازم الإنسان يقارن بين الآية والتطبيق العمل للسيرة المعصومة حتى يدرب معاني الآيات الواركة نحتاج كثيرا ننزل سيرة النبي ننزل آيات الواركة عن بعض الأفاعي التي حصلت من قبل الخط السلفي قديما وحكيها شوه سيرة الإسلام والمسلمين والنبي والمعصومين والتاريخ كله شوه ولا أدل على ذلك من تلك الصرخة التي خرجت وهذه بذور الخط السلفي كانت وبتلك الصلافة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريح يقول بعض الروايات أن الوصيب بعدين صار يأفقف قل إيش ما أردهتوا أنتوا عليه النبي أمانكم مده والآيات المباركة تقولوا ما ينطقوا عن الهواء أنه هو اللهم يروحى اللي كان هالمدرسة الأخلاقية العجيبة معكم بالرغم من صلافتكم ما في أحد كان أصلف على نبي الأنبياء كالعرب ولا أعراب على النهاية قال حسبنا حتار تصور يعني شلون مثل الآن نقول يا الشكل حسبنا كتاب الله كم طرح تقافي لا مفتح تقافي صلافة حسبنا كتاب الله أمام من أمام النبي صلى الله عليه وفوق هذا يبدأ يتهى للنبي صلى الله عليه وعلي بعد أنه خرف سبحانه ما حترد ما حتحجي والنبي ما يريد ذا كلام داني يقول اللي موجودين معنا حاجة بعدين قاموا ينطقوا لوحنا قالي للنبي قاموا خليني النبي يكتوي وبعدين ما لتزموا أيضا بالكلام التزمون بحسبنا حتاوي الله هذا التزمون فوقع مضغن عليه سلام الله عليه وأفاق أما بعد الذي قلتم فلا أوصاهم بالوسيلة المحمودة عليه الصلاة والسلام وإذا بملك الموت جاء الرواية تقول لما خرج الناس النبي صلى الله عليه وعلي وعلي الرواية أمر أن يخرج كل أصحاب أدق الرواية فإننا تقول أن الذي بقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقط علي وفاطمة والحسنان في داخل الوحة يا الله يعني فابت روحه المقدسة ومنه هذه الأرواح الله بالإضاءة طبعا إلى جرأي ومكايل وملكه الله قال أنفذ يا علي لما وردك به فاطمة فإني أمرتها بأشياء أمرني بها أجرأي ثم تناول يدها ورها في يد علي وقال يا علي هذه وذيعت الله وكان ملك الموت ينشغل بقرض روحه الطاهرة إذا به قد عل أجرينه وسكن أنينه فمد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه صرخت مولاكنا ما أبدا يا 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 يوضي أبوي أخلاق أخلاق عينك ما رعاني ما رعاني ينخذ نحلتي ويطفى يا يا روح اللهم صلي على محمد وآل محمد تقبل اللهم أعزاءنا اخضي حوائدنا اشفي مرضانا يرحب موتنا لسينا موت المؤسسين والحاضرين وإله مات على الإيمان نطيل الجميع ثوابه وفاركة الفاتحة تسبقه الصلاة على محمد وآل محمد